كابتل أيمن طبعاً من الناس اللي الواحد كسبهم يعني من الواسط الرياضي بدايت معها من ساعة ما هو جيه تقريباً سنة 84 يعني 84-85 أنا كنت لعب قبلها من 82 وزاملنا بعض بقى لغاية لما أيمن مشي وبعد كده تكمل في فرق أخرى لغاية اعتزاله وصفره بقى للخارج يعني فزاملت أيمن أكتر من عشر سنين في الفريق الأول من موسم 84 لغاية 95 تقريباً 96 أولاً أيمن من ناحية الكرة الأول من أفضل المهاجمين اللي جم في مصر كان مميز جداً بضربات الرأس يعني كل العيب بيبقى عنده مميزات وأكيد عنده بعض السلبيات كل العيب في الدنيا كده يعني لكن من أكتر الحاجات كانت مميزة لأيمن ومميزة كمان لأيمن بالنسبة للكرة المصرية هي ضربات الرأس كان مميز فيها جداً كان متمكن أن يقدر يحط الكرة برأسه في أي مكان في المرمى من مسافات كبيرة أو قريبة أيمن كمان من النواحي اللي هي الشخصية والإنسانية شخص محترم جداً ويعني باللغة الدرجة بتاعتنا متربي يعني إنسان كويس بيعرف يعمل الناس كويس متواضع جدع مع أصحابه يعني مميزات كتيرة جداً وأنا يمكن حتى بعد الكرة لما هو حتى فترة السفر في الخارج قعد فترة طويلة في أمريكا يعني كنا على اتصال دايماً ومن الناس اللي علاقتي بيهم مستمرة حتى الآن وإن شاء الله يعني لغاية آخر العمر يعني ربنا وفقك في أي عمل بتختاره وإنت دلوقتي بتدير الستوديو في قناة الأهلي مميز رغم إن كانت أول تجربة ليك مميز وفي تطور مستمر وإن شاء الله من نجاح لنجاح وربنا يسعده مع أسرته ويتطمن على أولاده دايماً والمدام ويبقوا بصحة وخير يعني إن شاء الله يعني هاتول إيه لقسامة كربت أنا كنا بسمينه كربت ليه كده؟ كان فيه زمان رسومة حركة فيه الضفدع اللي هو بيونط ده وكنت بسمينه كربت السامة من أنقش رخصيات اللي عرفتها في مجال الكور شخصية محترمة جداً نظيف جداً أخ فعلاً بنعمل بمعنى الكلمة وسامة علاقتي ما قطعتش بيه حتى وأنا في أمريكا في مجموعة كبيرة كده وسامة عرابي لو كلمنا عليه بقى منيحة الفنية كمان لا لا كلم جوكر بلعب أي حتة ومفيش مدرب أعاده لا دي حقيقة فاكر الهدف بتاعك في الهلاد السوداني فاكر والرأسة اللي أنت رأسطها بعد الهدف ولا بيش فاكرها المريخ السوداني المريخ السوداني مش فاكر بس فاكر بجول لا ده السودان في السودان السودان في السودان أنا بجيب لك حاجات أصلي عشان أسألولي أيمن ده مخيفة طولة هتقولي على أيمن هادي الماتش ده ده عبد الجليل ده عبد الجليل ده كان لعيف جامد برد عبد الجليل ما شاء الله مين اللي كان بيعمل اللفة دي يا كابتن الصفر هادي الرأسة بتاعتك هيا بس حاجة برازيلي عدايك ولا مجي ميلة ممكن صح كانت طالع عمودة ساعتك هشوف قسام عربي كمان بيده وعبد الجليل ده كان بيفوت من أي حتة بص مين اللي كان بيعملوش الرجل دي يا كابتن دي الجمال عبد العزيز ها طبعا جمال عربينا يديله الصح يا رب ربنا عمالي واحدة ما تشياله الزمالك منه واحدة أنا وزيزو وعملتها وجبتها جول وجبتها براس يجول ها